السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم من جديد على قناتكم مع الشوف مريم في فيديو جديد نتمنى تكونوا بالف خير وبصحة وعافية وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير كيك بحجم عائلي سهل وبسيط كي يجي بدوق الفراولة او الفخز يعني لكان موسم ديال الفخز وكين الفراولة متوفرة يعني بكثرة فلما لا نستغل لها في تحضير العديد من الوصفات من بينها هاد الكيك اللي كي جي ولا اروع كي جي مسقي بصوص ديال الفراولة لذيذ جدا يعني يهشيش ورطب بحل لقطن شكل جديد ان نتفن النوع دائما في تحضير الكيك فنخليكم في المكونات والمقادير كنحتاجوا لاربعاء ديال البيضات كنفرقوا البيض على السفار كنخدموا اول شي البيض ديال البيض حتى كيصبح عندنا بحل تلش يعني كيصبح القوام دياله مضاعف بهذا شكل هذا كنخليوه على جمب وكنرجعوا السفار ديال البيض كنبدو كنضيفو المكونات ديال يعني التنسيم كنسموه سواء بالقشرة ديال البرتوقال او الفانيلا كنضيفو كأس ديال السكر لكتعادل المية وستين جرام نصف كأس ديال زيت المائدة كأس دائما لعبار ديال الكأس ديال العنبا وكنبدو كنخلطو المكونات بالطراب الكهربائي حتى كيصبح عندنا الخاليط ديال السفار البيض يعني اللون دياله فاتح كيف ما شفتو كنضيفو كأس ديال الحليب لكي عادل مية وستين ميليليتر ديال الحليب نزولو التراب الكهربائي ونكملو الخفق فقط بالخفاقة اليدوية من بعد كنبدو كنضيفو طحين عندنا ميتين جرام ديال الطحين كنضيفو كأس إلا ربع ديال الناشا اي المايزينة اللي كتعادل ثمانين جرام وكيس ديال الخميرة ملعقة صغيرة اللي كتعادل سبعة جرام كيف ما شفتو المكونات ساهلة وبسيطة كنبدو كننغربلو الطحين مع المايزينة كيف ما شفتو را كيجي خفيف دخلنا فيه الناشا فكيجي خفيف هاد الكيك كنبدو كنضيفو حنا كنخلطو غرب اليد كيف ما شفتو حتى كنكملو كل كمية ديال الطحين اللي عندنا من بعد غادي نبدو بإضافة بياض البيض نبدو نضيفو يعني بياض البيض على تلقتات ديال الدفعات وحنا كنخلطو يعني من الأسفل الأعلى باش نحافظو على الخفة ديال الكيك يبقى عندنا الكيك خفيف القوام ديال الكيك يكون بهاد الشكل كنزولو يعني المضرب اليداوي وكنستعملو السباتول كيف ما شفتو كيكون القوام ديالو بهاد الشكل خفيف كناخدو قالب ديال الكيك اللي يكون القطر ديالو ثمانية وعشرين سنتيمتر على عشرين كنفرغو فيه الكيك وندخلوه الفران اللي يكون مسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة مية وسبعين وثمانين درجة سلسلسل اللي هي ثلاثمية وخمسين درجة فارانايت مدة ديال ما بين ثلاثين حتى الخمسة وثلاثين دقيقة فكيوجد كيصبح عندنا بهتشكل كنحطوه حتى كيبرد تماما كنخلوه يعني كيبرد تماما فهذه الأثناء غادي ندوزو باش نحضروه السوس ديال الفراز كناخدوه تقريبا كمية ديال من ميتين حتى الميتين وخمسين جرام ديال الفراولة وكنطحنوها بدون إضافة ديال الماء بطبيعة الحال يعني كنطحنوها بالخفا وكنصفيوها حتى كنزولو منها كل هذوك الحبيبات اللي كيكونوا ديال الفراز كنحصلوه على العسير ديال الفراولة بهتشكل كنوضعوها على النار ونضيفو ليه ملعقتين كبار ديال السكر ونصف ملعقة ديال النشا او المايزينة نصف ملعقة صغيرة فقط كنبدوو كنخلطو هاد المكونات على نار اللي سكون متوسطة حتى كيصبح عندنا الخليط يعني خاتر وعاقد بهتشكل هادا كنحصلو على سوس ديال الفراولة كيف مما كتشوفو كنزولوها من على النار ونخليوها حتى كدفة يعني كيصبح كتصبح دافية فيدل اثناء غاديمشو ناخدو الملعقة الخشبية ونوضعوه يعني التقب في الكيك كيف ما ذكرت في الكيك خاصو يكون بارد بشكل كامل كنتقبوه كله كيف ما شفتو سوس ديال الفراولة كيكون عندنا بهتشكل كنبدوو كنسقيوها على الكيك كله يعني كل هادوك التقب ديال الكيك كلها كتعمر بالسوس ديال الفراولة حتى يلا بقاتلينا شي كمية في الاخير فكنوضعوها كلها للوجه ديال الكيك وكنسرحوها بسباتيل يعني طريقة كيف ما شفتو مبتكرة وجديدة حضرو كيك بطريقة مختلفة كيجيل ديال رائع نتمنى انكم تجربوه من بعد كنخليوه كيبرد ونمرو باش نحضرو الكريمة كنحتاجو الميتين جرام ديال الكريمة قشدة يعني الطريقة كنضيفوها ملعقتين صغار من يعني سكر بودرة وملعقتين من اي نوع ديال يعني الجبن كان متوفر عندكم جبن كريمة انا استخدمت الفلاديل فيها وكنخفقوه حتى كيصبح عندنا القوام ديال الكريمة بهاد الشكل كنفرغوها على الكيك ونحاولو اننا نسرحوها على الوجه ديال الكيك كله بشكل متساوي من بعد ما كنصرحو الكريمة كلها على الوجه ديال الكيك كنبدأو في التزيين انا زيينت هنا بالانصاف ديال الفريز يعني كيبقى التزيين على حسب الرغبة يعني كيف مما كتفضلوا ممكن انكم نزينو هاد الكيك ساهل بسيط كيتحضر بسرعة كيف مما جبتوه طريقة جديدة ومبتكرة كنحصلو عليه هذا هو الشكل دياله النهائي رائع كيف مما شبته فكتجي هدي كم الصوص ديال الفراولة في الداخل كتعطيه واحد الهاشاشة واحد الخفة كتر نتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم اللي عجباتكم الوصفة ما تنسوش تشاركوها مع الاصديقة والاحباب هكده باش تعم الفائدة وما تنسوش الضغط على زر الاعجاب هكده كيساعد ان الفيديو يوصل اكبر عدد ديال المشاهدة اللي كيشاهد القناة الاول مرة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل جرس هكده باش يوصلو جديد كل الفيديوهات الى فيديو قادم ان شاء الله الى اللقاء